موسيقى الواحدة صباحا في العصيمة طرابلس وهذه نشرة مفصلة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار والبداية بالعنوين موسيقى بيان للمجلس الرئاسي يدين مواصفه العمل الإرهابي الذي استهدف تمركزات للجيش الليبي في جدافيا وعضو المجلس محمد عماري يؤكد أن البيان صدر دون توافق وعقيل صالح يعلن حالة النفير من درن شرقا حتى بن جواد غربا موسيقى المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص يقول أن ثلاثة شهداء وتسعة جرحة خصيلة اشتباكات فجر الأحد مع ما يعرف بتنظيم الدولة موسيقى القيادة العسكرية للعملية الأوروبية صوفيا تدعو لتوسيع مجالها الجغرافي من أجل مكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا على نحو فعال موسيقى اشتبت بينهم وبين القوات التابعة لعملية الكرامة أسفرت عن سقوط قتيل من الغرفة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بسيطة وأضف المغربي أن اشتباكات وقعت صباح الأحد بجزيرة الحي الصناعي مشيرا إلى أنها لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح وأشار المغربي لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن غرفة عمليات اجدابية سيطرت على مصنع الأفران ومقر الأمن الوقائي سابقا وجزيرة النهر الصناعي ولزالت تسيطر على المنطقة الصناعية وشركة النهر الصناعي والمنطقة السكنية التابعة لها هذا وقد أوضح عضو غرفة عمليات تحرير اجدابي عبدالله المغربي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الأوضاع هادئة ولا وجود الاشتباكات جنوب مدينة اجدابية وأن قوات عمليات تحرير اجدابية تقوم بتأمين المناطق التي تمت السيطرة عليها أعلنت سرايا الدفاع عن مدينة بنغازي بسط سيطرتها على عدة تمركزات وغنم سيارات وأليات عقب اقتحامها معسكرات تابعة لقوات عملية الكرامة في مدينة اجدابية وأضافت سرايا الدفاع عن بنغازي في بيان لها قرب زوال ما سمته بالنكبة التي لحقت بمدينة بنغازي جراء ما قامت به القوات التابعة للكرامة وأشر البيان إلى أن عودة السرايا لبنغازي جاءت لبسط الأمن ورفع الظلم وإعادة النزحين والمهجرين إلى بيوتهم وملاحقة منعاث في المدينة قتلا ونهبا وظلما وتهجيرا بحسب البيان دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان له ما وصفه بالعمل الإرهابي الذي شنته مجموعة مسلحة على تمركزات تابعة لقوات الجيش الليبي حسب البيان أضف المجلس الرئاسي أن الهدف من هذا الهجوم هو نجدة ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينتي بنغازي واجدابيا وفق البيان محملا المسئولية الكاملة لقادة هذه المجموعات وعناصرها ودعا المجلس الرئاسي ما سمها قوات الجيش بالضرب بيد من حديد على هذه المجموعات التي تسعى إلى بث الفتنة بين مكونات الشعب حسب البيان من جهته قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري أن بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن أحداث مدينة جدابيا صدر دون التوافق عليه عبر ألية الاتفاق السياسي مؤكدا أنه رفضه هو والنائب عبدالسلام كاجمان كما تحفظ أحمد معيتيك وموسى الكوني على بعض عباراته وفي مرسلة مواجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي فيزي سراج أوضح عماري أن عمال المجلس الرئاسي عرفت انحرافا وخللا في الفترة الأخيرة معتبرا أن البيان حول الجدابيا جاء مليئا بالمغالطات وجنبه الصواب في وصف أطراف النزاع وأكد العماري أن المجلس رفض اتخاذ أي موقف سياسي وأخلاقي من قتل النساء والأطفال والاستهداف المتكرر للمدنيين في مدينة درن معتبرا أن غياب الشفافية في أعمال المجلس واتخاذه لبعض القرارات والأعمال بالمخالفة لتوافق بات أمرا واضحا للعيان أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المرمي أن رئيس المجلس أعلن حالة النفير في المنطقة الممتدة من مدينة درن شرقا حتى بن جواد غربا أوضح المرمي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه تم تعيين رئيس أركان القوات التابعة لمجلس النواب عبد الرزاق النظوري حاكما عسكريا على هذه المنطقة وذلك بعد الهجوم الذي نفذته من وصفها بالجامعات الخارجة عن القانون على جنوب مدينة جدابيا يوم أمس هذا وقد دانت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي شنته ما وصفتها بالميليشيات الخارجة عن شرعية الدولة على مدينة جدابيا وعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أنها فتحت تحقيقا للوقوف على كيفية اختراق هذه المجموعات للتمركزات العسكرية مؤكدة وقوفها مع الجيش الليبي والقوة المساندة له ودعمهم في الدفاع عن مدينة جدابيا حسب البيان كما دعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني في بيانها جميع القوى العسكرية لتوحيل الصفوف وذلك للقضاء على ما وصفته بالإرهاب والانضواء تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها أكد الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسط على الحاسي أن حرس المنشآت سيتصدى لأي قوة مسلحة تحاول الدخول إلى مدينة جدابيا وأضاف الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات التي وقعت يوم أمس على بعد ما يقارب 30 كيلو مترا جنوب مدينة جدابيا هي عبارة عن تصفية حسابات قديمة بين عناصر من مجلس شورى ثوار جدابيا وقوات تابعة لعملية الكرامة حسب قوله مشيرا إلى أنها أسفرت عن سيطرة شورى ثوار جدابيا على بعض تمركزات قوات الكرامة أضح الناطق باسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسط أن جميع المواقع تابعة لهم مؤمنة محذرا أي قوة من محاولة الاقتراب منها قال عضو المركز العالمي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى إن ثلاثة شهد أحدهم توفي متأثرا بجراحه من الاشتباكات الماضية وتسعة جرحة هي حصيلة الخسائر التي تم تسجيلها الأحد وأضف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن قوتهم المتقدمة في محور الغربيات أحبطت محاولة فاشلة لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة لفك الحصار عنهم كما أوضح عضو المركز العالمي أن غرفة عمليات الطوارئ بسلاح الجو نفذت مساءل أحد غارتين جويتين استهدفت إحداها أليات وتمركزات التنظيم بالقرب من ميناء الصيد فيما استهدفت الغارة الأخرى مخازن ذخيرة لما يعرف بتنظيم الدولة بالقرب من مجمع قاعات وجدوغو أفاد الناطق باسم عملية البنين المرصوص محمد الغسري بأن قواتهم صدت محاولة تقدم لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في محور الغربيات فجر اليوم أوضح الغسري لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اجتباكات وقعت اليوم مع عناصر التنظيم أدت إلى سقوط جرحة من قوات عملية البنين المرصوص وأضاف الناطق باسم عملية البنين المرصوص أن قواتهم ما تزال تحافظ على كامل تمركزاتها السابقة هذا وقد قال الناطق باسم عملية البنين المرصوص محمد الغسري في مدخلة سابقة إن ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت يعاني من حالة تخبط نتيجة محاصرته داخل المدينة من قبل قوات البنيان ويقوم بهجمات لفتح ثغرات له قوات داعش يحاول فتح ثغرة ومهاجمة قواتنا من ديهة الغربيات هناك اجتباكات نتج عنها جرحة وإستشهاد سنين من أفراد قوات الجيش الليبي والآن داعش في حالة تخبط تام نتيجة الحزارة المحكم عليها من جميع الجهاز في سياق متصل أكدت عمليات البنيان المرصوص أن قواتها حققت فجر اليوم تقدما في أكثر من محور بمدينة سيرت وفدت العملية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن قواتها استهدفت تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة وسط المدينة بالمدفعية التقيلة وقد نفذت طائرات سلاح الجو التابعة لغرفة العمليات الخاصة عدة غارات مساء أمس على تمركزات التنظيم في مدينة سيرت وفي سياق ذي صلة نفت عملية البنيان المرصوص الأنباء المتداولة بخصوص تحرير حي السبعمية في مدينة سيرت وطلبت العملية على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام من جميع وسائل إعلام عدم نقل الشائعات وتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة أفدت جماعية الهلال الأحمر فرع مصرات بأنها عثرت على مقبرة جماعية بمدينة سيرت وذلك بعد ورود بلاغ إليها من السلطات المحلية في المنطقة أوضحت جماعية الهلال الأحمر فرع مصرات عبر صفحتها على الفيسبوك أن فريق إدارة الجثث تمكن بتنسيق مع جهاز المباحث الجنائية بإدارة مكافحة الجريمة من الوصول إلى موقع المقبرة وأخذ عينة وإحداثيات المكان مضيفا أنهم ينتظرون إذنى السلطات المختصة لفتح المقبرة واستخراج هذه الجثث دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الطبية والإجلاء الطبي لجرح الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سيرت ووصف كوبلر في تغريدة له على تويتر استمر انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس بالأمر المقلق داعيا حكومة الوفاق الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكلة توليد الطاقة أكدت الممثلة السامية للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني وجود تحديات مشتركة مع ليبيا وحكومة الوفاق تتمثل في مواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة والإتجار بالبشر وحركة الهجرة غير نظامية عبر الحدود وفي لقاء جمعها بوزير خارجية حكومة الوفاق الوطني المفوض محمد سيالة ووزراء خارجية تشاد والنيجر قالت موغريني إن أمن هذه الدول وأمن الاتحاد الأوروبي مرتبط إلى حد كبير ولفتت موغريني إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لتعاون بشأن تبادل المعلومات بين دول ليبيا واتشاد والنيجر والاتحاد الأوروبي في ظل الاحترام الكامل لسيادتها الوطنية بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي نقلت صحيفة فيلت أمزونتاج الألمانية عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن السفراء المختصين بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع الحيز الجغرافي التي تشملها عملية صوفيا التي رخص لها مجلس الأمن الدولي في فرض حضر السلاح على ليبيا ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الصحيفة قولها إنه من المقرر توسيع نطاق المنطقة الحالية للعملية التي تقع في المياه الدولية قبالة أجزاء من الساحل الليبي في اتجاه الجزء الشرقي من البحر المتوسط حتى الحدود المصرية وجنوب جزيرة كريت وأشرت الصحيفة إلى أن القيادة العسكرية للعملية دعت لهذا التوسيع في خطة عمل سرية ونقلت عن القائد العسكري للعملية الإميرال أنريكو كريديان دينيو تأكيده أنه بدون توسيع نطاق منطقة العملية لا يمكن مكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا على نحو فعال أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم إنقاذ قرابة سبعة ألف مهاجر غير نظامي قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري مشيرة إلى أن أكثر من مائة وخمسين أخرين لقوا مصرعهم في المتوسط أضحت المنظمة في تقرير لها أن شهر مايو الماضي سجل أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين الذين تم إنقاذهم مضيفة أنها تستقي معلوماتها من جهاز حرس السواحل الليبي وجمعية الهلال الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية في ليبيا وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة مائتين وخمسين ألف مهاجر موجودون في ليبيا ومعزعون على أكثر من ثلاثمائة منطقة ويتركزون أكثر في المناطق الصحروية والساحلية مشيرة إلى أن ثلاثة في المائة منهم محتجزون داخل مراكز للإيواء قال الخبير في العلاقات الأوروبية محمد رجاء بركات في نشرة سابقة إن دول الاتحاد الأوروبي تحاول ربط تقديم مساعدات تنمية لدول المصدرة للهجرة غير نظامية بمنع مواطنيها من الذهاب إلى ليبيا ومنها إلى القارة الأوروبية هناك كلام في داخل دول الاتحاد الأوروبي عن محاولة الضغط على بعض الدول كالنيجر ودول أخرى وربط تقديم المساعدات التنمية لهذه الدول مقابل أن تتعاون من أجل منع مواطنيها من الذهاب إلى ليبيا ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوروبي نواصل تقديم هذه النشرة من ليبيا لكل الأحرار وفيها بعد الفاصل دعوات لرفض ظاهرة الإفراط في السرعة على الطرق قبيل موعد الإفطار وما تسببه من مخاطر على مستخدمي الطرق بيان للمجلس الرئاسي يدين مواصفه العمل الإرهابي الذي استهدفت مركزات للجيش في جدابيا وعضو المجلس محمد عماري يؤكد أن البيان صدر دون توافق وعقيل صالح يعلن حالة النفير من درن شرقا حتى بن جواد غربا المركز الإعلامي لعمليات البنيان المرصوص يقول أن ثلاثة شهداء وتسعة جرحة حصيلة اشتباكات فجر الأحد مع ما يعرف بتنظيم الدولة القيادة العسكرية للعمليات الأوروبية صوفيا تدعو لتوسيع مجالها الجغرافي من أجل مكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا على نحو فعال أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن ممثلين لكافة المجموعات السياسية والعرقية في جنوب ليبيا وقعوا السبت في روما على اتفاق إنساني من شأنه أن يمكن من إرسال مساعدات عاجلة لمستشفيات بالجنوب بحاجة لتجهيزات أساسية وقال وكيل وزارة الخارجية الإيطالية أن الجمعية الإيطالية سانت إي جي ديو رعت المحادثات حول الاتفاق بتعاون مع الخارجية الإيطالية معتبرا أن الوثيقة الموقع في روما تعزز وحدة ليبيا وجنوبها الذي يعد الأكثر تضررا من الأزمة الحالية ومن الهجرة القادمة من إفريقيا وتعهد المواقعون على الاتفاق ببذل كل الجهود لتسهيل وصول المساعدات العاجلة لتصل بشكل كامل لجميع السكان دون أي استثناء مع منح الأولوية للفئات الأشد حاجة مثل النساء والأطفال والمسنين أفد مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي الكفرة عبدالله سليمان بقطع تيار الكهربائي بالكامل على مناطق الوحات والكفرة واجدابيا منذ صباح يوم أمس السبت أوضح سليمان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن انقطع الكهرباء على مناطق الجنوب الشرقي سببه تعرض أسلاك أبراج الجهد الفائق التي تغذي تلك المناطق لأضرار نتيجة الاشتباكات التي وقعت فجر السبت جنوب مدينة جدابيا وأشار سليمان إلى أن العمل الجار لتشغيل محطة الهوندي بمنطقة السرير ومحطة الكفرة الغازية لإرجاع تيار الكهربائي إلى مناطق الجنوب الشرقية أكد الناطق الإعلامي لمعبر راسجدير حفظ معمر عودة الحركة إلى طبيعتها في المعبر بين الجانبين الليبي والتونسي بعد توقف عمل منظومة الجوازات بالجانب الليبي يوم الجمعة أضح معمر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن إعادة تشغيل المنظومة بمنفذ راسجدير قام بها فريق صيانة تابعا لإدارة بريد الزوارة والزاوية مشيرا إلى أن العطلة كان قد لحق بكابل المنظومة أعلنت وزارة المالية والتخطيط بحكومة الأزمة أنها وافقت على تسيل مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار ليبي للمستشفيات في مدينة بنغازي وأهبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بإدارة مستشفيات مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء ومركز الأمراض السارية ومستشفى الأطفال ومستشفى الكويفية ومركز بنغازي لخدمات الكولة والسكري بضرورة مراجعة الوزارة وبصورة عجلة لاستلام مخصصاتهم المالية اختتمت مسابقة شخرة الرمضانية الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم تحت شعار خيركم برعاية المجلس البلدي شخرة ومركز بن القيم لتحفيظ القرآن الكريم وبحسب ما نشرته إدارة العلاقات والإعلام المحلي ببلد شخرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن المسابقة تنفس فيها الطلاب في سبعة جوانب من القرآن الكريم وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى 22 حافظا من أصل 118 طالبا وطالبة يمثلون عمارا مختلفا عن عدد من الخلوات ببلدية شخرة قامت مؤسسة زاد الخير بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع طرابلس بإعداد إفطار جماعي لدار الأيتام بمصيف العاصمة طرابلس إفطار تخللته أنشطة عدة التقرير التالي سعرض جانبا من هذه المبادرة يتيم الأب والأم يفتقر إلى الشعور بالدفء والحنان لكنه لم يحرم من رعاية المجتمع في محاولة لرسم البسمة على وجوه الأطفال والتنفيس عما في دواخلهم من حزن قامت مؤسسة زاد الخير بالمشاركة مع الهلال الأحمر لبي فرع طرابلس بإفطار جماعي لدار الأيتام بمصيف طرابلس أنا كنت أحد مستقبلي الأطفال والله ما إن دخل الأطفال كان في وجوههم عبس وضيق وحزن شديد لكن ما إن انطلقوا في المكان وقاموا بتصويرهم ولعب معهم بعض الكبار الموجودين هنا أحسوا بشعور معين رأيت الفرحة في أعينهم مطلب شرعي وواجب إنساني ذاك الذي يدعوك لإسعادهم كأنهم عائلة واحدة يجتمعون على صفرة الطعام عائلة فقدت الأبوين لكنها لم تفقد أملها في إحاطة النسيج الاجتماعي لها الهدف من هذا الإفطار هذه الجماعي لدار الأيتام هي إن نعطوهم البهجة والسرور والجو العائلي إفطار تخللته برامج ترفيهية ومسابقات أدخلت سرورا وفرحة على قلوب الأطفال تتسارع حركة المواطنين خلال شهر رمضان الكريم لاسيما قبل لحظات من موعد الإفطار للعودة إلى بيوتهم وهو ما أطلق عليه البعض سباق الشرب كاميرا قناة ليبيا لكل الأحرار رصدت آراء عدد من المواطنين الذين اعتبروا أن الإفراط في السرعة يعرضوا مستخدمي الطريق العام لمخاطر كبيرة نعتبر سباق الشربة هي صعبة أحيانا الإنسان لا يصل لحوشة بيسرع يوصل للمشتشفة مرات يوم يوم نحن الليبيين سباق الشربة ونسأل الله السلام على الحق يا ربي لأنه ليس وقت الجري أوصل المغرب بالضبط أوصل بعد المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة أو حتى نص ساعة في كل أحوال بإذن الله فاطر بيكون أجر الله حاصل لما يكون خفف في السرعة يمشي محاجعة محاجعة احترام الرجل مرور الوردة البيضاء هذه ضروري من احترامها جدا جدا إنسان أحيانا هو في الأخير إذا كان أوصل للثمانية يعني لما بيجري مية ولا مية وشوي يعني أمتى بيوصل بنوصل الحوشي 30 كيلو من هنا نطلع الساعة خمسة نطلع الساعة أربعة الإنسان يعني وحدة وحدة عليه ما فيش داعي أنه يجري وقته المغربة ويسبب كوارث للناس قلب تلقاها غلبانة وترجي على حالها وتلقى مولا سيارات مسيكين جايين والله ما يندر عليها من ينظرقوا يضربوا هذا وينشوا هذا ومتوصل أنت في اللعاء يبقوا كل شين الفرده ما خمسة دقائق ما نفاتش ختم النشرة من ليبيا لكل الأحرار وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها بيان للمجلس الرئاسي يدين مواصفه العمل الإرهابي الذي سهدف التمركزات للجيش الليبي في إجدابيا وعضو المجلس محمد عماري يؤكد أن البيان صدر دون توافق وعجيل الصالح يعلن حالة النفير من درن شرقا حتى بن جواد غربا المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص يقول وإن ثلاثة شهداء وتسعة جرحة خصيلة اشتباكات فجر الأحد مع ما يعرف بتنظيم الدولة القيادة العسكرية للعملية الأوروبية صوفيا تدعو لتوسيع مجالها الجغرافي من أجل مكفحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا على نحو فعلا ختم النشرة أشكركم على كرم المتابعة دمتم في أمانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة